وما زلنا نتحدث حول النزال الأمريكي الكورية الديمقراطية وانضم لي في الستوديو الأستاذ جو سيولونغ الصحفي والمحلل الأسياسي من وكالتي أمباشين مرحبا بك ماذا حدث؟ ما هذا التصعيد المفاجئ في جمعية العمل الأمم المتحدة وهي دائما محفل ديبلوماسي؟ طبعا في الحقيقة التبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أنا أدن خير مدهش ولم يتجاوز التوقعات بكثير لأنه فقط امتداد لنزاع والمواجهة السياسية المتواطرة بين البلدين ولكن هذا الأمر سدح في الحقيقة يعكس عمق الخلافات بين البلدين أنا أدن من ناحية الولايات المتحدة رغم أن ترامب حدث بتدامير كوريا الشمالية بشكل كامل ولكن لا أدن لم أرى هناك نية حقيقة لإدارة ترامب لشأن الحرب ضد كوريا الشمالية يعني لم يحدو إدارة ترامب عصم كبير على اللجوء إلى الخيار العسكري أمام كوريا الشمالية في الحقيقة حتى الآن ترامب لم يفعل أي شيء طبعا هذه تحضيرات شديدة للهجة ولكن هذا أنا أدن من أسلوبها الشخصية فقط فمثلا هو دائما يحدد باللهجة الشديدة فمثلا بالنسبة للملاف النبوي الإيراني في بداية توريه المنسب هو حدد بتمزيق الاتفاقية المبرنة بين إدارة أوباما وبين سلطات الإيرانية ولكن حتى الآن لم يفعل ذلك وبنسبة لإتفاقي بريس لتخير المناخ كان حدد بالانسحاب الأمريكي من هذه الاتفاقي ولكن حتى لم يفعل ذلك وبنسبة إلى الأزمة في شبه الجسيرة الكورية وجه ترامب تهديدات شديدة للهجة إلى كوريا الشمالية عدة مرات ولكن حتى الآن لم نرى أي فعل حقيقي أو عمل من قبل إدارة ترامب في الحقيقة أنا أدن شخصيا أدن مهما كانت الإجراءات الإجراءات متخصة أبقر أن نتيجة ستكون أفضل أو أخف نتيجة سلبية ولكن حتى الآن ترامب إدارته فقط تضيع الوقت لم تفعل أي شيء حقيقه هذا يدعى الوضع في وضع سلبي كما قلت معكم ترامب ربما سيفكر في اللجوء إلى الخير العسكري ولكن هذا يعتمد على تدور الوضع السياسي المحلي في الداخل الولايات المتحدة فلو يوم ما سقط ترامب وعلاده في فديحة كبيرة ربما هو سيلجأ إلى الخير العسكري ضد كوريا الشمالية لنقل النظار المحلية الأمريكية إلى كوريا الشمالية ولكن حتى الآن لم نرى أي باررة من قبل إدارة ترامب أما بالنسبة إلى كوريا الشمالية أدون في الحقيقة الوضع الآن يتطور لصالح كوريا الشمالية أي سعام كوريا الشمالية كنجون أنه لم يخاف من الولايات المتحدة أرغم أن هناك عقوبات سياسية وإقتصادية ومالية كثيفة وكبيرة على كوريا الشمالية ولكن حتى الآن هذه الإجراءات والعقوبات خير قاتلة لكوريا الشمالية نرى إدارة ترامب تضيع الوقت أما إدارة سلطات كوريا الشمالية لن تسابق الزمن لأن هذه العقوبات السياسية والاقتصادية والمالية الدولية والأمريكية ستأتي نتيجاته بشكل كبير أو بشكل جسم على كوريا الشمالية فمن الضرورة الآن كوريا الشمالية تسرع في تطوير الأسلاحة النووية فلحنا في الفترة الأخيرة أسرعت كوريا الشمالية في إجراء التجارب النووية هذا لأجل زيادة أوراق في أي محادثات محتمل مع الولايات المتحدة فالآن ليست لدى إدارة ترامب نية حقيقية فالكوريا الشمالية شجعة كثيرا لسرعة تطوير الأسلاحة النووية مهما كانت نتيجة في المستقبل لو تم استيناف المحادثات بين البلدين على الأقل ستحقق كوريا الشمالية تقدم ملحوظا لتطوير الأسلاحة النووية فالآن على الولايات المتحدة سرعة اتخاذ الإجراءات إما إظهار المرونة السياسية أمام كوريا الشمالية لاستيناف المحادثات إما عليها إتخاذ إجراءات أخرى لوقف سرعة تطوير الأسلاحة النووية في كوريا الشمالية نعم ماذا إذن عن موقف الصين والدور الذي تلعبه في هذا النزام؟ دائما نتحرس عن هذا الموضوع موقف الصين واضحة جدا فبنسبة إلى الأمر الأخير الصين دعت إلى وقف تبادل الاتهامات ووقف صوب زيت على النار بين كوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة دائما الصين هي الصوت الحكيم في الحقيقة طبعا هذا صوت حكيم ولكن هذا يعكس أنية الصينية فقط ولكن الأمر تطور الأمر يعتمد أو يتوقف إلى أنية من قبل الولايات المتحدة ومن كوريا الشمالية طبعا صين بدلت مجهودات كبيرة ولكن للأسف منذ عام 2009 تم توقيف المحادثات السوداسية وخاصة بسبب قلة المرونة من قبل الولايات المتحدة ففي المستقبل على البلدين على كوريا الشمالية والولايات المتحدة مثلا لو نجحت كوريا الشمالية في امتلاك الأسلحة النووية أسفين تجاور كوريا الشمالية فهذا يحدد الأمن يحدد أمننا حتى نحن هنا في شرق أسيا بشكل عام حتى كمواطنين عاديين نقش من ذلك كثيرا نعم نعم فهذا مشكلة كبيرة بنسبة الأسفين ولكن في الوقت نفسه هذا الأمر سرعة امتلاك كوريا الشمالية على الأسلحة النووية سيدمر الاستيقى بين الصين والولايات المتحدة أيضا الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تجكم من الصين يعني اتهمت الصين بممتالة في اتخاذ الإجراءات ولكن في الحقيقة قد فعلت الصين كثيرا في هذا الأمر ولكن على الولايات المتحدة إظهار مزيد من الدكاء السياسي السين لا تريد وقع حرب في هذه المنطقة هذا يحدد الأمن المحلية للسين وطبعا السين لا تريد امتلاك كوريا الشمالية على الأسلحة النووية فالآن السين في حيارة كبيرة ولكن في الوقت نفسه على الولايات المتحدة فعل أكثر بدلا من إصدار تهديدات وتنبيهات تافحة فقط نعم أشكرك أستاذ جوسيا ولونغ الصحفي المحلل السياسي بيوكالات أنباشنخوة